موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وإنت مشاهدين الكرام كما عودنا حضراتكم منشورات وأيضا تغريدات كثيرة تحدثت حول الكثير والعديد من المواضيع التي كانت رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم اخترنا لكم الموضوع الأبرز الذي كان رائجا وبشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وأيضا تويتر خرج تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة كشف جرائم ميليشيا الحوثي وفضحها وفضح إرهابها بحقي اليمنيين أيضا قاطبة اليمنيون على الجانب الآخر استغربوا من عدم تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية رغم خروج هذا التقرير بعدة نقاط تفصيلية وضح جرائم ميليشيا الحوثي بالتفصيل ووضح أيضا الانتهاكات المتعددة التي تقوم بها به في حقي الشعب اليمن انطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل تحمل هاشتاغا الأمم المتحدة تفضح الخوثي أيضا حمل هذا الهاشتاغ وهذا الوسم عدة تغريدات فصل من خلالها أيضا أصحاب من جعلوا من هذا الوسم ترندا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأربعة والعشرين الساعة الماضية جرائم ميليشيا الحوثي بدءا بزراعتها للألغام مرورا أيضا بتجنيدها للأطفال واستخدامهم ورقة للتربح من خلالها وأيضا للسيطرة وتمديد نفوذها أكثر فأكثر في العديد من المناطق اليمنية سنستعرض هذا الهاشتاغ في عدة تغريدات للعديد من الإعلاميين وأيضا الناشطين لكن بعد فاصل قصير تكرما نبقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إذن العديد من الخملات التي نراها متواصلة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء فيسبوك وأيضا تويتر التي تتحدث عن جرائم ميليشيا الحوثي بالتفصيل ربما أن العديد من الناشطين يوضحون حقائق هذه الميليشيا وبشكل شبه يومي تقارير مفصلة ربما بتفصيل بعدد الجرائم المرتكبة في حق أبناء الشعب اليمني منذ العام 2014 إلى يومنا هذا جرائم متعددة وأيضا أوجه متعددة تتخذ منها الميليشيا وسيلة لقتل أبناء الشعب اليمني منها أيضا زراعة الألغام منها تجنيد الأطفال منها حصار العديد من المناطق في ربوع وطننا الخبيب منها أيضا اعتقال ومصادرة الحقوق وأيضا منها يعني إخفاء المناوئين لها وجرائم متعددة سنستعرضها في عدة تغريدات للعديد أيضا ممن كتبوا عن هذا الموضوع بداية بأول تغريدة المشاهدين لصالح البيضاني تحدث عن جرائم ميليشيا الحوثي وأدرج في تغريدته واسم أو هاشتاغ الأمم المتحدة تفضح الحوثي يجب أن تتحول التقارير الأممية التي تدين الجرائم الخوثية سواء الصادرة عن فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان إلى ضغوط حقيقية لوقف جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب اليمني على أيدي هذه الميليشيا وحول التقرير مشاهدين الكرام غرد عبد الفتاح صالح اعتراف صريح من الأمم المتحدة من خلال تقرير فريق الخبراء بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلت المخيمات الصيفية لنشر أدلوجيتها وممارسة الإرهاب ضد الشعب اليمني خلال فترة الهدنة إذن مشاهدين الكرام هذا جانب من ضمن الجوانب ومن ضمن الجرائم الخوثية بحق أبناء الشعب اليمني تفخيخ عقول الأجيال من خلال المراكز الصيفية التي تعمل الجماعة الحوثية أيضا على الترويج لها عبر وسائل إعلامها وسبق أن ظهر أحد قياداتها وبيّن أن هناك الألاف ممن التحقوا بمراكزهم الصيفية من الأطفال وأيضا من الشباب والعديد من المغرر بهم الذين سرعان ما تزج بهم ميليشيا الحوثي إلى جبهاتها المختلفة أيضا مشاهدين الكرام عن جرائم الحوثيين وغرّد العبيد صالح شوريم جرائم وانتهاكات لميليشيا الحوثي لم تقتصر على قتل المدنيين بل جعلت منهم ضروعا بشرية واعتقلت المئات ووضعتهم داخل منشآت عسكرية ليكونوا أهدافا للطيران لتكسب بدمائهم تعاطف المجتمع الدولي بالحديث عن الألغام مشاهدين الكرام إبراهيم العلوي بيّن أن هذه الأسلحة أو هذه الألغام وإعادة تصنيع الألغام يتنافى مع العدات ومع التقاليد ومع أيضا الدين الإسلامي الذي يحرّم المساس بحرمة المسلم أو دمه إذن غرّد إبراهيم العلوي وقال الميليشيا الحوثية تستخدم أسلحة محرمة دولية لحصد أرواح المدنيين ورغم سريان الهدنة الأممية لا زالت ميليشيا الحوثية الإرهابية تزرع الألغام البحرية في مياه البحر الأحمر زرع الموت في البر والبحر إذن مشاهدين الكرام أكثر من مليوني لغم زرعته ميليشيا الحوثية في مختلف الأراضي والمناطق اليمنية لم تترك مكانا إلا وفخخته الجماعة الحوثية بأشواك حقدها حتى البحر لم يسلم من هذه الميليشيا وقتلت من خلال ذلك العديد من الصيادين وأيضا هددت المياه الإقليمية بمختلف العبوات الناسفة التي أعادت تصنيعها الجماعة الحوثية تسعى لإعادة تصنيع الألغام والعبوات الناسفة بما يتناسب مع طبيعة الأرض المزروعة وهذا هو إجرام بحد ذات صنف اليمن بأنه ثاني أكبر بلد بعد الحرب العالمية الثانية من حيث زراعة الألغام يوجد في بلادنا أكثر من مليوني لغم حوثي زراعة الجماعة الحوثية في مختلف الأراضي للانتقام من المدنيين وأكثر من سقطوا من خلال هذه العنجهية ومن خلال هذا الجرم هم من شريحتي الأطفال والنساء لأن الجماعات تزرع الألغام في الطرقات في أيضا الأراضي في المزارع في الأماكن التي يتواجد فيها شريحة كبيرة من السكان إذن محمد علي أيضا تحدث حول الألغام وأدرج تغريدة بهاشتاغ الأمم المتحدة تفضح الحوثي تخيلوا أن هذه النقاط فقط التي ذكرها تقرير فريق الخبراء الدوليين لم يذكروا أكثر من مليون لغم زراعة الخوثي وأكثر من عشرة آلاف مدني مختطط في السجون السرية وأكثر من مائة ألف مدني استهدفهم الخوثي بالمقدوفات والصواريخ إذن العديد من التغريدات المشاهدين الكرام التي حاملت يعني عنوين مختلفة وكلها اتفقت بأنها الجماعة جماعة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى واستدلوا على ذلك بالعديد من الجرائم الحوثية المرتكبة خلال السنوات الماضية وخلال الأيام الماضية إن صح التعبير همدان العلي أيضا غرد وقال ابحثوا وقرؤوا عن كل الجماعات الإرهابية في العالم لن تجدوا أخطر من عصابة الخوثي لن تجدوا جماعة إرهابية تفوقت على الخوثية في عدد ونوع الجرائم والانتهاكات أبدا ومشاهدين الأعزاء جميل عالي أيضا لم يترك إلا وعبر عن رأيه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أدرجة تغريدة لتعز وتعز التي تعتبر حديث الناس أيضا وحديث الناشطين في موقع التواصل الاجتماعي وحديث حتى على أرض الواقع تعز المحاصرة التي ينتقم منها الخوثي ومن أبنائها بحصاره المطبق والخانق عن المحاولات الخوثية الأخيرة لتنميع وتجميل نفسها عبر وسائل إعلامها من خلال شق طريق فرعي في محافظة التعز والذي سبق وأن أفردنا مساحة كافية في الحلقة السابقة واستعرضنا هذا الموضوع بآراء العديد من الناشطين الذين أبدوا آراء مختلفة واتفقوا بأن الجماعة الخوثية تعاول أن تتملص من ملف تعز وتحاول أيضا أن تظهر أمام مسائل الإعلام وأمام المجتمع الدولي بأنها مبادرة لفك الأزمة الإنسانية المعقدة في محافظة تعز لكنها في الحقيقة تعمل على الانتواءات وأكعادتها وتعمل على الاتخاذ الهدنة الأممية والمفاوضات والسلام الذي يبرم معها وسيلة للانتقام من المدنيين وسيلة أيضا للاستعداد النفسي والاستعداد العسكري بالنسبة لها وهذا واضح من خلال شقها طريق أخير في محافظة تعز فرعي مراقبون اعتبروا أن هذا الطريق يمثل خط إمداد للجماعة الخوثية وشريان جديد يمد الجماعة الحوثية لتشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرم إذن غرد جاميل علي وقال ميليشيا الحوثي تشق طريقا عسكريا شمال تعز تحت ذريعة فتح طريق لأبناء المدينة وهذا يعتبر تحاولا واضحا لعرقلة فتح معابر تعز وعدم اكتراثها للجانب الإنساني الذي تتغنى فيه وسائل إعلامها وعبر مسؤوليها بالعودة مشاهدين الأعزاء إلى موضوع الألغام وإعادة تصنيعها غرد فهد الفهد فخخت الميليشيا الحوثية طرق اليمنيين ومساكنهم ومزارعهم ومدارسهم وبحارهم بمختلف أنواع الألغام بما فيها الألغام الفردية المحرمة دوليا في ذات الموضوع أيضا مشاهدين الكرام غرد كامل الخوداني كثف الحوثيون من زراعة الألغام وبخاصة في مناطق الساحل الغربي وقيدت من تحركات بعثة الأمم المتحدة ارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار بالحديدة واعترضت على عملية إعادة الانتشار الأمني بالموانئ أيضا على الجانب الآخر مشاهدين الكرام استغرب العديد من الناشطين من هذا التقرير نعم بأنه فصل وقاع كثيرة وجرائم كثيرة من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني لكنهم استغربوا في ذات الوقت أنه كيف لهذا التقرير أن يفصل ويبين جرائم يندى لهاجبين الإنسانية ولا يتم اتخاذ ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية يعني هناك لبس في الموضوع هناك ريبة وشك من قبل أبناء الشعب اليمني الذين ربما وجهوا أصابع اتهام للأمم المتحدة بأنها تعطي مساحة أكبر للحوثيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب أيضا مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع غرد العميد روكن محمد الكومين تقرير خبراء الأمم المتحدة كشف بالدليل كل جرائم وانتهاكات المختل للحوثي رامي بحق أبناء الشعب اليمني وبما يقارب 90% من تفاصيلها ومع هذا ترى تعامل الحوثي أو الأمم المتحدة معه بتساهل كبير وانحياز للحوثيين وهو من عكس على أداء مبعوثها لليمن أما محمد الجرادي فغرد أيضا الميليشيا الخوثية تنتهي كل قانون الدولي والأسلاف والعراف بارتكابها جرائم حرب وتجنيد للأطفال وانتهاكات للحقوق والحريات ولا تلتزموا بأي هدنة أو اتفاق أو معاهدة إذن مشاهدين الكرام نخاول جاهدين أن نستعرض تغريدات العديد من الناشطين العديد من الإعلامين بشكل ربما سريع نوعا ما نظرا لتعدد التغريدات وكثافتها وصلتنا العديد من التغريدات التي تحدثت عن هذا الموضوع عن التقرير الأخير الذي صدر عبر خبراء الأمم المتحدة والذي بين وفصل جرائم ميليشيا الخوثي أيضا هنا تغريدة أخرى للإعلامية عفاف ثابت ماتت كل ملامح الطفولة في اليمن أطفالنا إما يحملون السلاح أو يدرسون المناهج الطائفية التي تغد العنصرية أو أهدافا لقنص الحوثي الخبيث الإرهاب الحوثي أخطر من الإرهاب الإسرائيلي أيضا أصيل السقل الذي غرد حول نقض الاتفاقات والمعاهدات من قبل ميليشيا الحوثي حيث قال بعد أن رفضت ميليشيا الحوثي تنفيذ أي بند من اتفاق ستوك هول بالإضافة إلى قيامها بقتل الضابط الصليحي قنصا والذي كان يعمل مع فريق الأمم المتحدة الرقابي كضابط ارتباط عن القوات المشتركة أثناء تواجده في نقطة الرقابة الأممية دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا مستحيل تنفذ الميليشيا اتفاق في ظل الهدنة وما زلنا مستمرين مشاهدين الكرام في عرض التغريدات العديد من الناشطين الذين تحدثوا حول جراء ميليشيا الحوثي المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني مسلي السيفي تحدث أيضا عن المحاصرة الميليشيا الحوثية لأبناء الشعب اليمني وقطع مرتباتهم وقطع الخدمات الرئيسية عنهم يعيش ثلث الشعب تحت حكم الصيء بدون مرتبات ولا خدمات وتدني صحة وتدهور للوضع الاقتصادي وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية ومن يتكلم منهم أو يشكو يعتقل ويعدب حتى الموت ومن يصمت ومن لم يوالهم أيضا يعتقل والتهمة جاهزة منافق وداعشي ومرتزق وعميل بالفعل مشاهدين الكرام هذه الاتهامات هي جاهزة لإلصاقها في حق الكل معارض لجماعة الخوثيين كم من الناشط وكم من إعلامي ما زال محتجزا في سجون ميليشيا الخوثي منذ سنوات بمجرد أنه أبدى رأيا حول موضوع معين وصل الخد بجماعة الخوثي أنها تلاحق المواطنين نتيجة لأنه أبدأ إعجابا بمنشور ما لأحد الإعلاميين أو لأحد الناشطين أو لأحد الكتاب هذا الجرم لا يرتكبه إلا شخص تجرد من كل العادات والتقاليد تجرد من قيم الدين الإسلامي الخنيف تجرد من كل خلق ومن كل عرف ومن كل سلف جماعة لا تؤمن إلا بالموت جماعة كل من يعارض فكرها أو يبدي رأيا حول موضوع معين فإنه يعتبر مجرما أو يعتبر عدوا بالنسبة لها إن لم تكن معي فأنت ضدي قاعدة تتخذ منها أي جماعة دينية لمحاربة مناوئيها أيضا مشاهدين الكرام حول استخدام المنشآت التعليمية والطبية وتحويلها إلى ثقنات عسكرية غرد دكتور حسن القطوي استخدام ميليشيا الخوثي للمدارس والمنشآت التعليمية والطبية وتحويلها إلى معسكرات ومخازن أسلحة وتدميرها من خلال القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب غرد أيضا حول ذات الموضوع وحول جراء ميليشيا الخوثي وأدرج تغريدتي بهاشتاغ الأمم المتحدة تفضح الحوثي لا يوجد جريمة يمكن تصور حدوثها في العالم على يد أكابر المجرمين والإرهابيين إلا فعلت ميليشيا الخوثي ما هو أشنع منها باليمنيين قتل إبادة جماعية استهداف المدنيين زراعة الألغام وتفجير المنازل والاختطاف والتعذيب نختتم بتغريدة المشاهدين الكرام لرشدي معيلي حيث قال على الرغم من إغفال تقرير خبراء الأمم المتحدة لجانب كبير جدا بالانتهاكات وجرائم الحوثيين إلا إنما ذكر في التقرير كفيل بوقف العالم أجمع ضد هذه الميليشيا الإجرامية ومحاسبتها بهذه التغريدة مشاهدين الكرام ونختتم موضوعنا لهذا اليوم الذي أفردناه وخصصناه لاستعراض آراء العديد من الأعلاميين والناشطين الذين نتحدث حول التقرير الأخير الذي صدر عبر خبراء الأمم المتحدة وضحوا جرائم ميليشيا الخوثي ووضحوا انتهاكاتها في حق أبناء الشعب اليمني وأيضا الناشطين أفردوا جانبا ومساحة لاستعراض الانتهاكات والجرائم المتعددة في حق أبناء الشعب اليمني قاطبة من قبل الميليشيا الحوثية مشاهدين الكرام سنتابع فيديو قصير اختاره طاقم فريق العمل لحضراتكم فيديو منتشر على مواقع التواصل كالعادة نعود لتوديعكم تكرما نقوم معنا في القرن التاسع عشر وإباني الثورة الصناعية التي غزت العالم الغربية وك الرد فعل على تقدم السريع نشتت قريحة الأدباء والكتاب في الأدب الرومانسية وكل ما يحث الإنسان على التأمل والتمهل والإنسجام مع الطبيعة واليوم بعد مرور ما يزيد عن القرن على ازدهار الثورة الصناعية ومع دخول التكنولوجيا حلبة الحياة اليومية نجد أن البعض يحاولون إيجاد الملاذ في امتهان الحرف اليدوية لنفس أسباب كتاب القرن التاسع عشر الحرف اليدوية خرجت من كونها صانعة إلى كونها عمل فني له أغراض تجارية في بعض الأحيان وكما سترون في المقطع التالي فهناك العديد من الفنانين حول العالم بدأوا بنشر مقاطع مصورة على موقع اليوتيوب أثناء ممارسته لعملهما لكننا اليوم سنلقي نظرة مقربة على واحد من أقدم الحرف في التاريخ إنها حرفة صناعة الفخار يعرف الفخار بأنه فن تشكيل الطين المحروقة وهذا التعريف قد يغفل عنه الكثير عن جماليات صناعة الفخار فعلى مدار آلاف السنوات التي امتهى خلالها لإنسان هذه الصناعة شاهدت الكثير من التنوع والتفرد بل إن كل حضارة قديمة كان لها بصمتها الخاصة على هذه الصناعة ففي مصر كان طمين ميل هو السر المصري الأصيل خلف تميص صناعة الفخار المصري أما الفخار المطلي فقد كان منبعه من تونس الشقيقة أما إيطاليا فقد برعت في صناعة الجرر الكبيرة التي تخزن فيها مؤنس سفن ومع زحام عصرنا الحالي وتكالب الصناعات المختلفة على استنفاذ المواد الخامة لا يزال هناك للفخار صناع مهرة ومخلصين للقواعد الأصلية لهذه الحرفة العريقة ومن ثم يضيفون إليها من الابتقار ما يناسب الحس الإبداعي لعصرنا الحالية ولصناعة الفخار تقنيات أساسية نذكر منها صناعة الفخار بالعجلة يتم تصميم السلصال باستخدام عجلة الفخار التي تعتمد على أداة تقوم بنسخ شكل النموذج الرئيسي وإنتاجه ثم صبه في قالب وتجفيفه أو تقطيعه أو ختمه على شكل ألواح أو مربعات كما يجب وضع الفخار على درجة حرارة عالية لتقوية الفخار وتمكنه من حمل الماء صناعة الفخار باليد تتم صناعات الفخار عبر هذه التقنية باستخدام اليد والطين فقط ولا يزال هذا النهج متبعا في الوقت الحالي حيث يتم ضغط كرة الطين باليد وتشكيل وعاء ثم يتم لفطين في حبال أو لفائف حتى الوصول للارتفاع المطلوب ثم يتم تنعيم الطين في وقت لاحق صناعة الفخار بالنهر يمكن صناعة الفخار باستخدام النهر وذلك بهدف فصلها عن الماء وتجفيفها دون أي تحويل كيميائي ويعود تريغ الأفران الكبيرة التي تعمل بالفحم وتستخدم لتجفيف الطين للقارنين الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين وبعدها تم استبدال الفحم بوقود أنظف مثل الغاز الطبيعية والبروبان والكهرباء وغيرها مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا بإذن الله نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير وأيضا يوم غد بإذن الله سنفرد مساحة وجزء من الحلقة لاستعراضي وتغريدات العديد من الناشطين ومنشوراتهم حول هذا التقرير تقرير الأخير لفريق الخبراء الذي تحدث حول جراء مليشيا الحوثي ومواضيع أخرى بإذن الله على أملي أن ألقاكم في خير دمتمد دام الوطن سالما معافا في رعاية الآن